بكل بساطة غيرت سوق الطاقة الشمسية وجه الحياة في عدن مع دنهيار شبكة الكهرباء وغياب الخدمة هذا السوق شهد طلبا غير مسبوق وارتفعت ثلاثة أضعاف عن العام الماضي وزادت المبيعات 2000% وتحديدا مع دخول فصل الصيف وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة ولمرات متعددة في اليوم الواحد المواطنون يشكون من ارتفاع أسعار البطاريات بسبب انخفاض سعر العملة المحلية التي وصلت تكليفتها إلى 400 ألف ريال يمني إلا أنهم مجبرون على شرائها خوفا على أبنائهم من الحر الشديد 75% من الأسر اليمنية في المدن و50% في الريف يستخدمون أنظمة الطاقة الشمسية مع دنهيار منظومة الكهرباء والمحطات الكهربائية في البلاد وفق إحصاءات غير رسمية اليوم تشهد عدن حالة ازدهار بفضل الطاقة الشمسية فالأسواق تعجب الناس والأسر يمكنها تشغيل أجهزة التلفزيون والمراوح وحتى الثلاجات وتضاء الشوارع في الليل في الحقيقة سعدت أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية على نقل الكهرباء إلى أكثر من مليوني شخص هناك إلا أن ذلك لا يعني حل المشكلة بقدر ما هو تخفيف من وحشة الظلام ومحاولة للتخفيف من حرارة الجو القاتلة سيما في نهار رمضان وعلى أمل أن تصح الحكومة من سباتها وتعالج المشكلة وتقدم للناس الخدمات ترجمة نانسي قنقر